كمان فريق كورة القدم بقى بدأ التجهيز للمباراة المهمة مع مدياما الغاني اللي حتكون مساء السبت إن شاء الله في استاد السلام من مبارح بدأ الفريق تدريباته والنهاردة وصل التدريب وبكرة إن شاء الله التلات حيكتمل الفريق بوصول اللعيبة الدوليين اللي هم وصلوا النهاردة الصبح لكن خدوا اليوم راحة ومن بكرة حينتظموا يكون كمان أليو ديانج وصل بعد مشاركته في مباراة مالي ويوم الأربع الصبح هيجي بيرسيتاو بعد انتهاءه من مباراة لجنوب أفريقيا عشان يكتمل عقد الفريق هذا رجل المبرامة على قطقة بتاعه أحمد زادة مؤثر بيرسيتاو طيب ده التدريب بكل العناصر ومارسل كولر في بداية بعد الأسبوع الراحة إيه اللي أنت تستشف وتقراه من هذه البداية أنا قلت لك إنه هو شأن الشأن اللعيبة اللي بيذكر كتير جدا ممكن يكون كان مرهق زهنيا كان محتاج للأجازة دي عايزين نشوفه وعايزين نشوف الأمور المنطقية اللي كان بيعملها السنة اللي فاتت وعايزين نشوف إحساس اللعيبة بأنه كله عنده فرص وعايزين نشوف إنه فعلا فيه زي ما كنا الفريق يعود إلى التلاحم يعود إلى إنكار الزاد يعود إلى الجماعية يعود إنه يعرف إنه ما فيش حد أحسن من حد في الفرقة دي غير بالأداء فالفرصة قدام اللعيبة تسترد الصقة وقدام كولر إنه هو يعني يورينا بعض الراحة كيف سنستعيد المستوى طبعا شايفين حسين الشحات وإمام عشور الاتنين انتظموا من مبارح في التمرين وخلاص يعني كل التركيز مع الفريق في الفترة دي النادي كان حريص جدا إنه يعرف الأسباب ويبدو إنه حصل تواصل ويبدو إنه برضو الموضوع مش حيطبر زي ما الناس عايزة أو ما هوش كبير زي ما الناس شافت أو إنه فيه خلفيات خلت إنه آآ يعني المدرب آآ يعني اكتفى طب خلاص أنتو مش مركزين معا الماتش ده يبقى الماتش ده ما هوش موقف يعني ما هوش عقوبة وده اللي وصل لنادي الأهلي تقريبا المعنى اللي وصل لنادي الأهلي ومن ثم عادي النوقف عند هذا الحد ومن ثم هما الاتنين اللعيبة دول برضو ما تعايشوش نفسكم فيه توطر ملوش لازمة أنتو لعيبة كبيرة جدا مش هتتقيم وموتش بموتش يعني أنتو لعيبة أنتو الاتنين بالذات يعني لعيبة كبار يعني وشأني شأني كل اللعيباتنا اللي بيسترد مستوى ملوش منافس لا داخليا ولا خارجيا في أفريقيا شايفين في التمرين يمكن أكرم توفيق بيشارك في التمرين بعد ما تطمن الجهاز الطب على حالته من الكادمة اللي كان خدها في الرجبة في مباراة سيمبا والحمد لله سليم وشارك بشكل كويس شارك كمان محمود متولي وعمر السلية وكانوا موجودين في تدريبات الفريق قبل التوقف عشان يكتمل عقد الفريق بالكامل يمكن لو شفتوا جزء من التمرين حتلاقيهم واحد واحد سواء كريم فؤاد أو أكرم توفيق أو بقية العناصر الكل جاهز للمرحلة الجاية لا يبقى إلا علي معلول اللي بينهي برنامجه التأهيلي وإن شاء الله خلال يوم أو يومين يدخل كورة كمان رضا سليم طبعا المصاب بعد ما تعمل جراحة في الكتف بيواصل برنامجه التأهيلي والدكتور أحمد جبالة طبيب الفريق قال إنه حيجري أشعة تانية لرضا سليم الأسبوع اللي جاي علشان يشوف تطورات الحالة بعد الجراحة خاصة إنه مسموح له يقد التدريبات البدنية في الجيم وفي الجري للحفاظ على الحالة العضلية بتاعته طهر محمد طهر نجم الفريق تفى بأداء جلسة للعلاج الطبيعي في الجيم خلال المران ووصل تدريباته بعد كده مع الفريق الحقيقة المباراة في استاذ السلام وبداية دور الأبطال ترجمة نانسي قنقر